لو سهلة في برج الجدي، برج الجدي العنيد، عنيد كثير برج الجدي، لكن على حق لأنه مستقيم بيحب يكون اللي حواليه مستقيمين كمان شخص عنيد جدا جدا في الحق. يعني لو كان مش هو طرف المشكلة، لو كان في صديق لقله في مشكلة، وكان معاه الحق بيحب يعني هو بيوقف ضد الشر أو لتحقيق الحق. بيحب حتى لو كان يعرض حاله للخطر فهو بيحب أنه دائما الحق هو ليفوز. والاستقامة، والعدالة تاخد مجراها في جميع المجالات، وهذا الاشي متعبه كثير لبرج الجدي. خاصة الشباب، شاب برج الجدي، كثير بده الأمور تكون مية بالمية، ما في هيك في الحياة يا جماعة الخير. في تمانين بالمية، في سبعين بالمية، وكان يتحقق من الاشي اللي إحنا بنا يا راك، مية بالمية شي مستحيل يعني، خذوها من حدا مجرب. تمانين بالمية حلوين، تسعين بالمية حلوين، فإحنا ليش عم نرقد ورا المية بالمية، ونكون كثير مماعين. برج الجدي، ثلاث أشهر كثير حلوين، كثير رائعين، على فكرة الفترة الجاي، كلها لنهاية الصنة، يعني بالنسبة لبرج الجدي، يا جماعة، مش بس ثلاث أشهر، الست أشهر، أو الخمس أشهر الجايين، رائعين، في قبل الفترة، كان في خوف كبير، مخوف كبيرة عند برج الجدي، لكنه حقق انتصار، أو خلينا نحكي نصف انتصار، واللي حيكمله بالأشهر الجاية، كان في عنده بالشغل شبه مؤامرة، أكتر من شخص، كان في غدر، كان في خيانة بالشغل، من الشريك في الشغل، أو خلينا نحكي مجموعة، هو مش شخص واحد على فكرة، أكتر من شخص، عفوان، فبنلاقيه لبرج الجدي، انه تحمل كتير كتير، وهاي من صفاته الحلوة الرائعة، برج الجدي، انه بتحمل كتير، بتحمل كتير في سبيل انه هدفه بالأخير يتحقق، مش من الناس المتسرعين اللي بدهم متهورين، أو، 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 لا، أو، ثابت جداً، على أرض ثابتة بيحب يكون طول الوقت، لما يختار شريكه، بده يكون هذا الشريك مية بالمية ممتاز، صفاته متممة لبرج الجدي، وهذا إشي يعني، which is good، بس، مش دايماً هذا الإشي بتحقق معنا، فلما ما يتحقق اللي إحنا بدنا يا، أو يتحقق أقل من اللي إحنا بدنا يا، ما نزعل، ما ننكد على حالنا، برج الجدي بيحب ينكد على حاله طول الوقت، دايماً بتطلع على الأشياء اللي خسرها، ما بتطلع على الأشياء اللي كسبها، فكانوا مش سيئين، لكن خلينا نحكي ضغوطات كبيرة كانت عليه، من كل النواحي، من ناحية العائلة، من ناحية الصحة، كان يضغط على حاله كتير كتير، وما كان يهتم أبداً في الصحة، من ناحية العاطفة، كان في غدر من الطرف الثاني، غدر كتير واضح، لكن هو بلش يتجاوز هاي الأمور من شهر فبراير، أو حتى من شهر واحد، هو بلش يتجاوز هذا الموضوع، بلش يتعاطى مع الناس، متل ما هم بتعاطوا معه، مش زي ما هو حابب إنه يتعاطى، هذا الإشي كتير منيح، إنه إحنا يعني نتعامل مع الناس زي ما ما بعملونا، ما نعطيهم أكبر من إيمتهم، إنتك أربعة، أنا بعطيك أربعة، ما بعطيك عشرة، فالأفضل والأحسن لبرج الجدي، رائعة جداً، كنت متنكد أول الأشهر مع إنك عارف إنه الفرص من كل النواحي عم تجيك، لكنك كنت مش راضي كمان، لأنك بدك إياها المية بالمية اللي قلنا عنها، فيه كان ما بعرف، فيه كتير علاقات عاطفية، بين عندي برج الجدي كان في عنده خيارات كتير، بس للأسف هاي الخيارات تقلصت، يعني كانوا ما بعرف، خلينا نحكي، كانوا خمسة، صاروا أربعة، صاروا ثلاثة، مع الوقت عم بيقلو، بس هذا الإشي اللي صارحك، لأن الشخص الأخير هو نصك تاني، هو اللي إنت حتكمل معه، لكن برج الجدي بتأخر كتير بالزواج، للعزاب أنا بقولكم إذا كان الشخص اللي قدامكم فيه ستين بالمية، سبعين بالمية من اللي أنا بديه، إتس وكي خلاص، يعني أنا بأكمل في هذا الموضوع، هدول التمانين بالمية بيصيروا تسعين بالمية، بصيروا مية بالمية مع الوقت، بس مش أعمل إكس على الشخص، خلاص، أنا ما بدي أكمل معك، ما أشطر برج الجدي في يعني أنه يتقنسل الأشخاص من حياته، ليش؟ لازم يعطي فرصة للشخص كمان هو مثل ما أنت بدك وقت عشان تدرسه، هو كمان بده يدرسك، فأنت ما تعطي أبداً لا أوكي، ولا مش أوكي، لحد ديت ما تدرس الشخص، وتوافق على أنك تكمل مع بقية طريقة، يعني أنه يكون رفيقك في الحياة، شهر، خلنا نحكي شهر، من شهر سبعة لشهر تسعة، حيكون فيه يعني، حيكون فيه قرار مصيري، حيكون فيه زواج، لكن زواج يعني هو تغيير، تغيير في العمل والزواج، وكأنه إذا أنت كنت بنت، حتتتسوجي شخص وتسافري اللي عنده، أو العكس، ما بعرف، بس فيه يعني اختلاف بالمنطقة، مع الزواج، يعني الزواج ما رح يكون فيه نفس المكان، رح تكون بلد أجنبيه، أو بالبلد الثاني اللي عم بيشتغل فيها، الطرف الآخر، أو أنت عم تشتغل فيها، لذلك بدك تكون كتير جاهز للتغييرات الكبيرة اللي حتصير في حياتك، لكن كل ياتها اللي مبين قدامي إنها خيارات حلوة، رح يكون فيه سعادة كبيرة بالطريق، يمكن يكون نهاية شهر إثناش عندك خلص تكون تزوجت، والله أعلم، رح تبلش كتير بالأولاد، والأمور يعني الأحلام رح تحس إنها بسرعة بسرعة عم تتطور، وعم بدك تحق الحلم الثاني، الحلم الثالث، يعني إن الأمور كتير، يعني سلام هاي الفترة والفترة الجاي، رغماً عن إنه الفترة الماضية كان فيه كتير ألم وغدر، لكن هدول الأشخاص أخدوا جزاهم، ما عم بحكي إنه رح ياخدوا جزاهم، يعني أعتقد إنه هم أخدوا جزاهم خلص، إن كنت أنت تعرف أو ما تعرف، هم لاقوا يعني العقاب تبعهم، وإنت طاير نحو أحلامك وتفكيرك إيجابي بالفترة الجاي، وهذا الإشي رح كتير يأثر عليك، فيه سعادة كبيرة بالطريق لإلك، فيه تغيير، هذا التغيير إنت شاكك إنه مش تمام، أو أنا مش حابب أغير، أو هذا التغيير إيجا غصن عني، ما بعرف بالمكان، بالسكن، بالمكان الشغل، لكن هذا الإشي رح يكون هو مفتاح الخير بالنسبة لإلك، فما تتسرع الحكم بالأمور يا برج الجدي، وخفف من العناد شوي، وخفف تقل، يعني ما تكون تقيل كتير على الطرف الثاني، شوي، تنازل شوي صغيرة، بس عشان تتعرف على العالم اللي من حواليك، أنت عم بتكون صارم كتير معهم، وأحياناً عم تظلم، لا مش تظلم أشخاص، لكن عم تكون كتير معهم، فبدك شوي تتأنع في الحكم على الأشخاص، وكتير مبسوطة بهالكراء اللي بتجنع لبرج الجدي، وكتلك لإلكم. ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة